شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تصحيح الاختلالات في مؤسسة الجيش حتى تكون قادرة على أداء المهام المناطة بها بكل حرفية واقتدار وبما يعجل من دحر ميليشيا الانقلاب إلى التفاصيل هناك أخطاء ترافق أي عمل يراد بناءه وقد رافق ويرافق تشكيل الجيش الوطني كثير من الأخطاء لا بد من الوقوف أمامها وتصحيحها وعدم تجاهلها أو التماديمها بهذه الكلمات أكد الرئيس هادي خلال اجتماعه بقيادة وزارة الدفاع مطلع الشهر الحالي وجوب الإصراع في إصلاح اختلالات المؤسسة العسكرية المؤسسة التي شدد هادي في اجتماعه الثاني بقيادتها خلال نصف شهر أن عليها أن تكون عنوانا وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع إذا ما بنيت على أسس صحيحة بعيدا عن الولاءات والانتماءات الضيقة نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر أكد خلال ترأوسه أمس اجتماعا لقيادات هيئة الأركان ورؤساء الهيئات والدوائر وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة أن المؤسسة العسكرية وبدعم التحالف أمل اليمنيين لاستعادة الدولة ودحر مشروع إيران التخريبي وصمام أمان اليمن والنواة الأولى للدولة للتحادية مشددا على الإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تصحيح الاختلالات التي رافقت بناء الجيش حديث الرئيس ونائبه عن الاختلالات في المؤسسة الأهم وأهمية الإسراع بتصحيحها حديث سيمثل الإسراع بترجمته لواقع عملي حلا لإشكاليات امتدت لتؤثر على مسار التحرير بشكل عام فيما سيمثل البقاء في دائرة الخطابات المجردة خطيئة ينفذ من خلالها أصحاب المشاريع الصغيرة لينخروا أهم مؤسسات الوطن الكبير وفقا للتصريحات الحكومية فالتحركات جادة لترجمة التوجيهات الرئاسية وعلى سبيل المثال وبحسب ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر فمحور تعز أول محور دشن قبل أيام الهيكلة للقوات العسكرية المنتسبة إليه وبما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني وطبقا للمعايير المتعارف عليها عالميا في بناء القوات وتكويناتها فيما كلفت وزارة الدفاع لجنة خاصة بالبصمة والبطاقة الألكترونية تعمل على حصر القوات البشرية وإصدار البطاقة العسكرية الألكترونية لبناء جيش وطني على أسس سليمة وقاعدة بيانات مكتملة إجراءات تصحيح الاختلالات في المؤسسات العسكرية إجراءات يرجو اليمنيون أن تكون شاملة وأن يكون حلها الحل ما ترون لا ما تسمعون فما رأوه اليمنيون من خلل في المؤسسة العسكرية عرته الانتفاشة الميليشيوية ومتلاها خطئة يحرم تكرار مقدماتها فكل مقدمة لا تقود لإنشاء جيش للوطن والوطن فقط هي في خلاصتها نكبة للوطن أيا كانت اللافتات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر